اشد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالامر الملكي السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بانشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمية واكد المجلس ان انشاء هذه الجائزة المباركة يأتي تتويجا للمبادرات الانسانية السامية لجلالة الملك المعظم كما يعد اضافة حضارية لترسيخ اسس التآخي والتعاون كما اعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر في دورته الخامسة التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس اعرب عن تهنئته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المجلس الاعلى للمرأة منوها بالجهود الخيرة التي يطلع بها المجلس بقيادة سمو قرنة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بما يسهم في تعزيز المنجزات الوطنية التنموية في مختلف المجالات ورحب المجلس باعتماد نتائج خريجي الفوج الثاني من طلبة كلية عبد الله بن خالد للدراسات الاسلامية للعام الدراسي 2023-2024 معربا عن تهنيه للطلب الخريجين وتقديره لجهود مجلس امناء الكلية وهيئتيها الادارية والتعليمية كما هنأ الجميع بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى نشاطهم العلمي المبارك داعيا الهيئات الادارية والتعليمية إلى الاطلاع بدورها الجليل في بناء الأجيال القادمة بالعلم والفضيلة والخلق الكريم إلى ذلك ندد المجلس بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين والأبرياء العزل في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية والاستفزازات المتكررة بانتهاك الحرمات والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك داعيا إلى تضافر الجهود الإسلامية والعالمية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف الانتهاكات الجسيمة وإعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المسلوبة في إقامة دولته المستقلة بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اشتركوا في القناة